إذا ما صار هذا التفاهم قبل الانتخابات بعد الفوز سيكون التفاهم أصعب معادلة القوى داخل التحالفات الشيعية تتغير بعد صعود قيادات من الجيل الجديد وترجع شخصيات أخرى تسيادت المشهد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وسبق وإن علمت واني نيوز أن الأباء المؤسسون الذين أشرفوا على تشكيل النظام وولادته بدعوا يفقدون زمام الأمور بعد فشالهم في خلق دولة مدنية قوية رحل فيهم الرحل واعتزل من اعتزل ومن بقي أخذ ينافس جيلاً جديداً من عرابية السلطة يمتلك السلاح والمال معاً وبهذا الصدد تقول مصادر سياسية أن قوة جديدة ظهرت داخل الإطار التنسيقي أكبر تحالف شيعي في البلاد وشكل مؤخراً تحالف جديد يحمل اسم الصفوة برئاسة الخزعلي ويضم التحالف حركة صادقون وإيرادة برئاسة حنان الفتلاوي وسومريون برئاسة وزير العمل أحمد الأسدي وفقاً لما نقلته صحيفة المدى وينظوي في التحالف الجديد أيضاً حركات منتصرون وحقوق والصدق والعطاء ومن المتوقع يندمج هذا التحالف مع تحالف باسم نبني يقوده هادي العامري ويشمل منظمة بدرة والعقد الوطني برئاسة فالح الفياض إضافة إلى حركة الجهاد والبناء واقتدار وطن التابعة لحبد الحسين عبطان وتحالف الاعتدال الخاص بعمار الحكيم حيدر العبادي وأخيراً ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي ولا يعني التحالف بين الأطراف الشيعية أنه ستدخل الانتخابات مجتمعة حيث أنها من المتوقع أن تدخل بأكثر من قائمة لكنها ستندمج بعد ذلك بكتلة واحدة من أجل ضمان الظفر بأكبر حصة من المحافظين ورؤساء المجالس بالمحافظات ووصل عدد التحالفات المسجلة في مفوضية الانتخابات بحسب آخر الإحصائيات إلى أكثر من ثلاثين تحالفاً فيما من المتوقع أن يتصاعد العدد إلى أربعين تحالفاً